انت واحد من اساطير كرة القدم الايطالية الكرة الايطالية او الدوري الايطالي له شعبية كبيرة هنا في مصر وفي الوطن العربي عايز اسمع رأيك لماذا تراجع الدوري الايطالي في السنوات الاخيرة على الاقل بالمنافسة مع الدوري الانجليزي في وقت من الوقات وقت ما كنت تلعب في الدوري الايطالي كان الدوري رقم واحد في العالم لماذا تراجع الدوري الايطالي لم أفهم الأسئلة لكن شكراً لك لم أفهم الأسئلة نعم نعم أفهم الأسئلة كثيراً كلها مرتبطة بالعقودة التلفزيونية بملكية الأندية نفسها فهم لا يصرفون كما كان يصرفون في السابق على أندياتهم كما يتم الإنفاق على الدور الإنجليزي وأيضاً لأن الفرق المشاركة في الدور الإنجليزي تفوز حالياً بكل البطولات الدولية ولكن أنا أعتقد أن الكرة القدم الإيطالية أهم كرة في العالم ولكن لا بد من تطوير البنية التحتية للأنديات الإيطالية لتعود للمنافسة كما كان في السابق كرة التصرحات ليك تشيد فيها كثيراً بديروسي المدير الفني لإيس روما على العكس كنت تطالب برحيل جوزي مورينيو عن الفريق لماذا طالبت برحيل جوزي مورينيو عن إيس روما ولماذا تشيد الآن بديروسي أدرب كرة قدم عندما يتم توقيع العقد مع الفريق الخاص به كما لو أنه يوقع يوم بداية الصراع مورينيو قام بفزل الجزيد من الكثير من الجهود العظيمة مع فريق روما ولكن كان يفتقد النتائج الإيجابية والمتميزة وافتقد العديد من النقاط ولكنه أحد أهم المدربين في العالم وقد تم تقبله من قبل اللاعبين وقبل الجمهور ولقد تغيرت الفرق نفسها مسيراتها في البطولة وحققت بعض النتائج الإيجابية مع روسي ونتمنى أن تتطور سيمب دائما روما في المستقبل مع روسي هذا هو الفرق بين الاثنين